انت اي رأيك في الزهرة بش بش في الزهرة اللي احنا تكوين البرنامج من الاول ان المطلق بنحاول نكرم بقدر الامكان كل النجوم السابقين واللاحقين يعني فات عليا قبل ما يتورى كابتن عزة تبروش بعدين هانا جودة بعدين ايهاب امين واحدين احمد صلاح واحدين العظيم كابتن عدل هيكل عمر عسر عمر جندي كابتن الشبيني الجميل عمر عسل ده اعظم لاعب تنس طولة تريخ الرياضة الافريقية ده مصنف من اول عشرين دلوقت كابتن محمود بكر كابتن طبعا محمود بكر وخفة الدم اللي الواحد يعني ما اليهاش ابدا ده اسمه حسن بتاع الهند بول اعتزل السنادي احمد حسن ببا وكابتن عزة وهكذا اذا التنوع في الصورة دي واختلاف الاجيال بيقولك ان النادي الاهلي والناد وفي كل الالعاب وبنساش حد اه لكن انا يخصني هنا اتنين هنا جودة بتاع التنس الطولة اللي انها ظاهرة اه طبعا اصغر لعبة تكسب بطولة افريقيا وتكسب بطولة مصر وتبقى مصنفة على مستوى العالم ويهاب امين ايهاب امين ده جالي اه اه كابتن رقوف قال لي عايزين نقف مع تنس وانت يعني مفيش الا كرة قلتول انت طلبت مني حاجة اه فعملنا ساعتها الموسم بتاع الانتقالات القوي جدا اللي كان فيه ايهاب امين واخوه دكتور شريف ده هم اهلوية بس راجل ما تقولش بقى في التفاوض عادي قيع ما يجيش جنبه حاجة خالص اه جنيني بس في الاخر وجميل جدا جاء لي الحد اسكندرية في الساحل وقال لي عايزين نخلص النهار ده وخلصنا طيب احنا احنا بنحاول بقدر امكان احنا مغيرين بنغير كل فترة كده النجوم اللي مش فيش في الكورة بس في كل الالعاب كلها على مستوى مصر وعلى مستوى الناد الآن فبنعملها كتكريم بسيط كده من برنامجنا والناس تفتكر الشخصيات العظيمة دي بالزبط كده طيب احنا عندنا الفقرة اللي جهة دي بقى صور وذكريات حتشوف الصور ونعلق عليها بسرعة اني عندنا لسه احنا عندنا سبعين ده كابتن مجد طلبة في السفارية المكوكية اللي خدت يوم وتوقيعه ده ايه بتاع اللي وراك ده ختمة البصمة اللي ورا دي فوق دي ها معرفش البصمة دي ايه جات منين دي اه صحيح دي طيب اللي بعده مجلة الاهلي دي مجلة الاهلي اه اهو جلالدين حمامسي عموحي ملتقى مالي الحافظ موحي دين الشازلي ده كان رئيس نادي سبورتينج اه وكابتن صالح طبعا وعبد الرحمن فامي فريوسي فانا كنت مديري التعليق اللي بعده دي الدورة الافريقية ده اول نسخة من مجلة الاهلي اول نسخة اه كتطلع مفتتاح الدورة الدورة الافريقية حتى كابتن حسن حلمي لما بعتله جواب فبقول له انا عايز عايز تذاكر لمجلة الاهلي ايه 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 مجلة الاهلي قلتولي حتشوفه يوم الافتتاح ده طبعا وحنا عدام مجلس الادارة والعظماء اللي انا شرفت ان انا عملت معه اللي بعده كابتن صالح مع الوزير سليمان دفت افتتاح حمام السباح بتاع النادي الاهلي الاسطوري اللي فديت ناصر اه وكان ساعتها كان فيه خلاف بين النادي الاهلي والوزير اه اتحل صباح الافتتاح ده انه ادانا الارض بتاع الشيخ زايد وخد مننا الارض اللي هي كانت قبل كده اه اللي بعده اللي بعده يا شباب ده افتتاح النادي مدينة ناصر نفسه اه الوزير العمارة طبعا كابتن حسن حلمي ده يوم مفتتاح كابتن حسن حمدي اه اه كابتن حسن حمدي اه 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 ده افتتاح النادي اللي بعده الفكرة دي جات لي ان انا عايز الاعضاء ترتبط بناديها من شجرة اللي رحمه عمين عموابي اه شجرة الجميت شجرة الجميت اه كبير فقلت انا لما العيد وبيزرع شجرة بيرتبط هو قصرته بالنادي لانه كل ما حيعد على الشجرة حيفتكر فانا جيت وجبت وقلتني وزرعنا شجرة يومية يعني الشجرة دي باسمك الشجرة دي باسمك لا مش باسمي يعني يعني لو باسمك قولي انا حبيت ادي النموذج للأعضاء اللي عايز يزرع شجرة ييجي والزرعة تيجي 10-15 شجرة يومية يعني باسمك الشجرة دي ترد علي لا ماموت بقى لا يا رب ناديك الأمر الصحة اللي بعده ده اه الامير سلطان الامير سلطان والاتحاد العربي لكرة الخدمة عز الدين كلاوي هو عمشمالي وكان في تنظيم البطولة العربية في مصر اللي بعده طبعا الامير سبريم المعلم والوزير ده برضو في يوم افتتاح كنا بنكرم بعض الشخصيات في يوم افتتاح حمام السباح اللي بعده كانت الرضا في اول تمرينة له وهو لسه داخل جديد على النادي الالك اللي هو سفير نور وطبعا اه يعني كانت كان حدث وقته اللي بعده اللي هو حرب كنت انا وهو في المجلس وكنا بنتفرج على تمرين المنتخب الإلومبيو وانا كنت مسؤول مش رفع ليه شخصية جميلة او اللي هو حرب اه طبعا اه جلبرتو وأفلينو وده سفير الانجولي يوم توقيع العقد اه بتاعه اللي بعده ده اسمه سيد 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 حمدي سيد حمدي ده يوم مضى ها يوم مضى ده الدكتور زويل في اول انا عملت له محاضرتين في النادي الجزيرة في النادي الجزيرة اه اه اول مرتين يطلع على الناس في المحاضرات انا عمل اه ندوات يعني اه 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 وصدفته في النادوة دي وبعدين صدفته مرة تانية لما الناس عجبها النادوة عملتها بقى في سنتر كورت بتاع تنس اه اللي بعده اه اه استاذ عثمان السعد كابتن حسن حمدي اه اللاجنة المنظمة للبطورة العربية اللي كسبناها في مصر اه اللي بعده ده اه استاذ مرعي اللي انش بتاعه كنا بنصطاد وده اللي هو كراويا رئيس نادي رياضات البحرية وحسن حشمت رئيس جهز اله بتاعب تصطاد انت؟ بتاعب تصطاد؟ اه ده برضه فكرة اديشام سعيد والشجر وابناء العضاء بيزراعو وكان سواء ده اجل ده طبعا صلاح بيه منتصر والنادوة التانية اللي قلتلك مع دكتور زويل اللي بعده دي البطولة العربية برضه اه اللي كانت في مصر اللي بعده؟ اه مالجوسية اول مرة جاه مصر يعني اللي بعده؟ في ليه؟ جزر النادي الالي وكنت في استقباله وده فاعرض من ده عثمان اباضة اه ده وحنا في جونز بيرج بقى اللي هي النادي القرن النادي القرن الاصلي ايوا اه دي لما كسبنا التالت اول مرة كسبنا فيها التالت اللي كانت في قطر اه قطر وطب ده عالمديلي اقال ودي احنا في الملعب انا والمينيسي وبرضه هي في نفس البطولة ووليد سليمان كان موجود معنا اخر بطولة لدي ودي مش عارف من الزبتها طيب دي شوات صور ليا بقى دي كانت اخر حاجة عنديني هنا حسنا